موسيقى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الجديدة من برنامج في أرواق رمضان وموعدنا اليوم مع نصر عزيز حققه المسلمون على واحدة من أخطر وأكبر التمردات التي أرقت الخلافة العباسية لعشرين سنة ومات بسببه عشرات والآلاف من المسلمين وهذا النصر هو أول نصر كبير يحققه الأتراك الذين كانوا العنصر يعني كانوا في ذلك الوقت العنصر العسكري الجديد في الخلافة العباسية فهو نصر عباسي عراقي تركي هذا هو النصر الكبير على بابك الخرمي والذي كان في مثل هذا اليوم عشرين رمضان من العام 222 للهجرة تاريخ بسيط وسهل عشرين رمضان 222 للهجرة طيب ما هي قصة هذا التمرد تعالوا نبدأ المشهد من قرية اسمها خرمة هذه قرية فارسية بالقرب من أردبيل ظهرت فيها فرقة باطنية فنسبت إليها فسميت الخرمية وهذا الكلام كان في سنة 200 و 1 للهجرة يعني أنا احنا بنقول ان الانتصار كان 222 البداية كانت 200 و 1 هذه الفكرة بدأها رجل يسمى جاوب ذان ابن سهل أو جاوي ذان ابن سهل هذا يعني التصحيف الموجود في الكتب يجعل الكلمتين مذكورتان فهذا الرجل اعتنق مبادئ فارسية يعني كالإيمان بالظلمة والنور إله للظلمة وإله للنور الإيمان بتناسخ الأرواح أباح النساء وزن المحارم والخمور وما إلى ذلك حتى أن المؤرخ ابن طاهر المقدسي صاحب كتاب البداية والتاريخ يقول عنهم أنهم يجمعون القولة بالرجعة الرجعة اللي هي يعني رجعة المخلص أو المنقذ أو المهدي من الموت ويقولون بتغيير الاسم وتبديل الجسم اللي هو تناسخ الأرواح ويزعمون أن الرسل كلهم على اختلاف شرائعهم وأديانهم يحصلون على روح واحد يعني في روح واحد موجود في أجساد الرسل يعني وعندهم أن كل ذي دين مصيب يعني المسلم زي المسيحي زي اليهودي زي الزرادشتي وعندهم أن كل ذي دين مصيب ومنع قائدهم أيضا أنهم يعظمون أمر أبي مسلم الخراساني أبي مسلم الخراساني القائد المشهور ويلعنون طبعا أبا جعفر المنصور قعلا قتله وكذلك يكثرون الصلاة على مهدي ابن فيروز اللي هو يعني يزعم أنه من نسل فاطمة بنت أبي مسلم أبو مسلم الخراساني زعيم فارسي كبير مشهور من من أقام الدولة العباسية لما بلغ في قوته حدا خشية منه أبو جعفر المنصور قتله لأنه خلاص بدأ يبقى أقوى من الخلافة حتى في قصة لا تتسعي الآن التفاصيل فالمهم أن هؤلاء القوم يعظمون أبا مسلم يعظمون نسله من أفكارهم أيضا أنهم يتبركون بالخمور والأشربة ويعني ابن طهر المقدس يقول أن من شاهدناه منهم في ديارهم يعني يقول أنهم غاية في التحري للنظافة والطهارة وأنهم كانوا يعني لطفاء مع الناس وكذلك أحس أنهم لطفاء مع الناس فهم برضو دعاة حرية يعني بين قسين فهم يقولون بأنه طالما الزنا بالتراضي فهو مباح حتى لو كان زنا المحارم وأنه أي شيء أي إنسان حابب يعمل أي حاجة يعني يعملها طالما هو لا يضر يعني أنت حر ما لم تضر هذا كان مبدأ هؤلاء الناس والإمام عبدالقاهر البغدادي يتكلم عنهم أنه أصل دينهم هذا يقولون أنه يعني بابك كان أبوه من الزنج يعني أصل دينهم عن واحد اسمه شراوين هذا شراوين كان أبوه من الزنج وأمه من نسل الملوك الفرس فيزعمون أن هذا شراوين هو أفضل من محمد ومن سائر الأنبياء صلى الله عليه وسلم وعندهم في أماكنهم مسجد للمسلمين يؤذن فيه المسلمين ويعلمون فيه القرآن لكنهم لا يصلون ولا يصومون ويعني طبعا لا يرون الجهاد وعندهم ليلة عيد هي ليلة إباحية يجتمعون فيها على الخمر وكذلك على النساء وهذا الكلام أيضا ذكره الإمام الغزالي حجة الإسلام في كتبه التي كتبها في فضائح الباطنية وفي فيصل التفرقة بين الإسلام والزندق ذكر أيضا هذه الليلة أنها ليلة إباحية يعني يطفئون فيها السرج والشموع ويتناهبون فيها ويرون أن الرجل إذا أصاب امرأة فإنه أصابها كالصيد والصيد حلال عندهم طيب هذا جاوذان صاحب الدعوة الذي بدأ هذه الدعوة السرية ورث بابك دعوتهم هذا الرجل اسمه بابك المنصوب إليه السور بابك هذا كان فيما يروه المؤرخون عشيقا لزوجة جاوذان فرتب معها أمر إقناع أتباع جاوذان إن روح جاوذان قائل اللي هو يعني روح الإله طبعا هم عندهم تناسق أرواح فروح جاوذان حلت فيه صاحبنا بابك وألفت يعني وصية يقول فيها جاوذان إن بابك سيبلغ بنفسه وبكم أمرا لم يبلغه أحد ولا يبلغه بعده أحد وأنه سيملك الأرض ويقتل الملوك ويعيد المزدكية لو دينهم من جديد وكذلك هو زعم بابك إنه برضو أيضا من نسل فاطمة بنت أبي مسلم الخرساني لكي يحقق هذا التقديس الذي يعتقده هؤلاء الباطنية وأنه حيث أنه من نسل أبي مسلم الخرساني فهو الذي سينتقم له فيقتل العرب ويزيل دولتهم ويعيد دولة الفرس هنا بابك يعني أضاف تطورا جديدا نحن قلنا أن الناس دول كانوا جماعة بتوع حريات وأن تحر ما لم تضروا أنهم كانوا يعني بيتكلموا مع الناس بالملاطفة الآن بابك سيطور هذا الأمر نحو حركة حركة تمرد فأباح لهم قتل المخالفين وأباح لهم نهب الأموال فكانت فرصة ممتازة للمجرمين وقطاع الطرق أن ينضموا إليه وكذلك كانت فرصة أيضا لكل صاحب مذهب أو نحلة يعني له اتجاه مناوئ للدولة الإسلامية أن ينضم إلى بابك وأيضا لا شك أن بعض المظالم الواقع التي من الدولة العباسية جعلت كثير من عموم الناس ينضمون إليه لأن حركة بابك توسعت توسعا كبيرا في فارس حتى وصلت إلى مدن بعيدة نسبيا زي أصفهان طبعا بابك بدأ هذه الثورة في جبال أذربيجان وظهر في قرية خرمة التي ينسب إليها فيقال بابك الخرمي ويقال الخرميين فتعالوا الآن نقف عند هذا المشهد وننتقل إلى مشهد آخر هو المشهد العام في الدولة العباسية في ذلك الوقت بينما يعني بابك يدير هذه الثورة كان الصراع مشتعل بين الأمين والمأمون ولد هارون الرشيد وانقسمت الدولة العباسية بين فريقين الأمين في بغداد والمأمون أخوه في خراسان وتطور الأمر وتقاتل الفريقان ثم يعني حسم الصراع فيما بعد لصالح المأمون لكن المأمون أراد أن يحكم من خراسان فلم يأتي إلى بغداد وكان تحت هيمنة آل سهل فوزيره الشهير هو الفضل بن سهل طبعا وكذلك أرسل إلى بغداد من يحكمها وهو الحسن بن سهل أخو الفضل بن سهل فهذا الوضع أنه أثار سخط الأسرة العباسية وآثار سخط أهل العراق أنه عاصمة الخلافة في بغداد والخليفة لا يأتي فيها وأن العاصمة قد تنتقل إلى مرو في خراسان فهنا نشب الثورة أخرى عباسية داخلية وكان على رأسها إبراهيم بن المهدي والثورة التي تحدثنا عنها في الحلقة التاسعة من هذا البرنامج يعني لن نكرر الكلام هنا وذكرنا هناك مقتل القائد الكبير هرثمة بن أعين ويعني ما يهمنا هنا أنه ابن حاتم بن هرثمة كان والي على أرمينية في ذلك الوقت أرمينية متخمة لأذربيجان فبعض المصادر تذكر أنه أيضا ساعد يعني في إشعال ثورة إما أنه أشعل ثورة بنفسه وإما أنه ساعد بثورته هذه في تمدد بابك الخرمي لما يعني راسل زعماء المحليين ودعاهم للعصيان لكن طبعا حاتم هذا مات قبل أن تظهر ثورته للعالم كذلك كان هناك أمير آخر أمير مدينة اسمها آمل وديه طبعا المدينة الأهم في طبرستان طبرستان يعني جنوب بحر قزوين شمال إيران المعاصرة آمل هذه هي التي تولد فيها الإمام الطبري الذي ينسب إلى طبرستان وهذا أمير آمل كان يساعد بابك ويحرضه وأحيانا سيقوم هو بنفسه بتمرد فيما بعد فهذه الفوضى في أرجاء الدولة العباسية جعلت الروم يدخلون أيضا على الخط فكانت فرصة سمينة الروم أنهم يغيروا على الأراضي العباسية وكذلك أنهم يساعدوا ثورة بابل وفعلا حصل بينهم تعاون بينهم وبين بابك وكان جنود بابك إذا هزموا في معركة أمام الخلافة العباسية لجأوا إلى أرض الروم وهذا هو الأمر الذي أدى فيما بعد إلى انتصار عمورية اللي احنا تكلمنا عنه في الحلقة السادسة لأنه أيضا كان انتصارا رمضانيا لأنه كانت بداية الحصار في عموريا المهم إذن هذا مشهد بابك وثورته وهذا مشهد الخلافة العباسية كيف سيتفاعل هذان المشهدان وما ستكون حصيلتهما هذا ما نراه إن شاء الله بعد هذا الفاصل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طلعنا على المشهدين مشهد دولة العباسية فيها فوضى مشهد ثورة بابك تستفحل وتتطور وتتضخم المهم لما حصمت المعركة العباسية بانتصار المأمون وقدم فيما بعد إلى بغداد واستقر بها بدأ الأمن يعني يعم رويدا رويدا في أرض العراق وبدأ المأمون يتفرغ لمواجهة تمرد بابك أرسل المأمون جيوشا متتالية إلى بابك من سنة 204 للهجرة يعني من بداية استقراره في بغداد إلى سنة 218 للهجرة 14 سنة هذه الجيوش إما أن تهزم الجيوش العباسية يعني إما أن تهزم أو تهزم ويقتل قائدها مع إن أولئك القادة كانوا من خيرة العسكريين في الدولة العباسية وحتى منهم يعني من أشهرهم محمد بن حميد الطوسي وهذا محمد قتل في يعني سنة 214 وهو الرجل الذي رثاه أبو تمام بقصيدته المشهورة التي مطلعها كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر فليس لعين لم يفض ماءها عذر فتن مات بين الطعن والضرب ميتة تقوم مقاما نصري إن فاته النصر بيتين المشهورين لأبو تمام وقصيدته المشهورة في الرسائل طيب هذا الوقت الذي أتيح لبابك في فترة الفوضى العباسية كذلك مع شدة ووعورة التضاريس في جبال أذربيجان طبعا مع موهبة بابك وقوته وسيطرته على جنده مع إن الخلافة كانت تواجه تمردات أخرى من الخوارج في خراسان وفي غيرها وحتى في البصرة وكذلك الروم الذين كانوا أيضا يهاجمون الدولة العباسية كل هذا أتاح لبابك الوقت والفرصة لكي تتضخم جيوشه المهم أنه في ليلة من الليالي قام البابكيون يعني قاموا بهجوم عام واسع في المناطق الفارسية فاستطاعوا أن يقتلوا وأن يأسروا عددا كبيرا من المسلمين في ليلة واحدة وساعة إذن إما يعني طبعا هم استغلوا أن مدينة أصفهان لم يكن وليها موجودا وقاد المقاومة الشعبية لهم في ذلك الوقت قاضي أصفهان مع بعض الأعيان الذين كانوا موجودين في أصفهان المهم أن هذه الحركة أو الهجمة التي انفجرت كانت هجمة مؤثرة جدا لا سيما في أنه حصل في الوقت الذي كان المأمون في نهاية خلافته هذا كان يعني كان في سنة 218 للهجرة والمأمون بالفعل توفي في سنة 218 للهجرة ويعني أرسل المأمون جيشا وهذا الجيش استطاع أن يحقق انتصارا كبيرا على البابكيين وأن يلجئهم مرة أخرى إلى أن يعودوا إلى مدينة البذ وهي عاصمتهم تسمى البذ بتشديد الذال لكن خبر هذا النصر لم يصل إلى المأمون لأنه كان قد مات وهو طبعا مات في الثغور كان في ذلك الوقت يهاجم الروم المهم تولى فيما بعد المعتصم المعتصم اللي هو الخليفة الثامن فهذا المعتصم كان أمامه عدد من المشكلات لظروف كثيرة ليس الآن موضع بسطها رأى المعتصم أنه في حاجة إلى الاعتماد على شوكة جديدة غير الشوكة العربية يعني الجند العرب الذين كانوا قد انهاروا مع هزمة الأمين الشوكة الفارسية تصدعت وتضعضعت مع نكبة المأمون لبني سهل لأنهما أسرة فارسية أيضا فقرر المعتصم أنه جيشه يعتمد على العنصر التركي العنصر التركي في ذلك الوقت يعني كان قد بدأ يارد إلى الديار الإسلامية كراقيق والإسلام كان ينتشر في البلاد التركية في ذلك الوقت أيضا نحن قلنا أن مناطق الأتراك هذه فتحت من أيام قتيبة من المسلم بأهلي يعني تقريبا من حدود 130 سنة دلوقتي لكن كانت المزية المهمة للأتراك أنه قوتهم العسكرية قوة نقية يعني هم كقوم يفرغون وليست لديهم الأفكار المناهضة للدولة العباسية أو الأفكار المناهضة للإسلام يعني مش زي الفرس مثلا عندهم شعوبية يعني مش زي بعض العرب عندهم أفكار الخوارج لا الأتراك لم يكنوا لم تكن لديهم هذه الأفكار المناهضة للدولة أو المناهضة للإسلام وبالفعل حقق العنصر التركي مآثر خالدة في الجهاد والمعارك وبالفعل أطال في عمر الخلافة العباسية ويعني كتب صفحات تاريخ مجيدة ناظرة وفيما بعد كانت هناك دول الأتراك لكن أهم عمل أو يعني أول عمل مهم سجل للجنود الأتراك هو ما نتحدث عنه اليوم الذي هو قد تمرد بابك الخرمي لأنه بعد عشرين سنة ذهب فيها نحو يعني حوالي ربع مليون مسلم بدأت تتحقق الانتصارات المؤثرة طبعا بطبيعة الحال حرب بابك هي الشغل الشاغل للمعتصم الآن وهو العمل الذي قضى فيه السنوات الأولى أنفق على تجهيز الجيوش معه ما استطاع من الأموال وإهتم بإنشاء مراكز البريد وبدأ يهتم بالأمور الأمنية التي يعني بدأ يستكثر من إنشاء مراكز البريد الأخبار تأتي بسرعة وبدأ يبث العيون كذلك طيب احنا قلنا أنه المعتصم المأمون كان حقق جيوشه نصرا لكن هذا النصر لم يبلغه لأنه كان قد توفي فتابع المعتصم إرسال الجيوش ويعني أرسل جيشا آخر وأحرز أيضا يعني انتصار آخر طبعا انتصار مهم على المستوى الروحي المعنوية لكن لم يكن حاسما في إنهاء التمرد إلى أن سخر الله للمسلمين رجل اسمه محمد ابن البعيث هذا الرجل كان حاكم على قلعتين في أرض أذربيجان وكان بينه وبين بابك علاقة وثيقة وحتى أن سرايا بابك كانت تنزل بقلعة ابن البعيث هذا فكان يوظيفهم ويكرمهم المهم حول الله قلبه فقام بعملية اغتيال كبيرة لثارية من سرايا بابك حين نزلوا بقلعته وأسر قائدهم وأرسله إلى المعتصم هذا الرجل القائد الذي كان في جيش بابك كان كنزا معلوماتيا فالمعتصم عرف منه عن أرض بابك وعن الجيوش وعن طريقته في الحرب ما لم يكن يمكن أن يعرفه وفي العام التالي لهو 220 للهجرة أرسل المعتصم القائد التركي القائد العام للجيوش العباسية في عصر المعتصم اسمه الأفشين هذا يلقب بالأفشين هو اسمه حيدر ابن كاوس الأشروسني لأنه هو من بلدة أشروسنة المهم هذا الأفشين كان قد تعرف على مناطق وطريقة بابك في القتال وطبعا التي كانت غالبا يعني ما يشن غارات ليلية وينصب كماء في المناطق بين المرتفعات المهم أن الأفشين بما حصله من المعلومات استعد وأحكم العيون والاستطلاعات وبدأ في تقوية الحصون وبدأ أيضا في تأمين الطرق بحيث أمن على نفسه أن يسير بدون أن يخشى على ظهره كان من ثمرات هذه الخطة أن أسقطت في يده عدد من جواسيس بابك فكان الأفشين يعطي الجاسوس ضعف الثمن أو ضعف الراتب الذي كان يأخذه من بابك مقابل أن يكون جاسوسا للمسلمين والمعتصم أرسل جيشا آخر إلى الأفشين مع قائد تركي آخر مشهور جدا اسمه بغا الكبير وأرسل معه أموالا جزيلة لكي ينفق على من معه من الجند ولكي يعني يمول هذه حركة العيون والجواسيس التي يستعين بها وبالفعل كاد بابك أن يهاجم جيوش المسلمين لولا أن هؤلاء الجواسيس الذين اصطنعهم المسلمون في معسكر بابك أوصلوا الخبر فهذه الأموال التي أنفقت الحقيقة أنقذت الجيوش من هلكة المهم بفضل كل هذا المعلومات والنظام استطاع الأفشين أنه يهاجم بابك في جيشه وهو يعني بينما بابك يحاصر قلع من قلع المسلمين هاجمه الأفشين ودارت ساعتها المعركة المريرة الحاسمة الفاصلة التي استطاع فيها الأفشين أن يعني يحقق نصرا قويا على بابك وهنا لم يعد أمام بابك إلا أن ينسحب إلى عاصمته ويصير في وضع المحاصر من سنة 220 لم تتوقف الحروب أمدهم المعتصم بجيش ثالث ومعه 30 مليون درهم واستطاع الأفشين في نهايتها أن يقتحم عاصمة التمرد مدينة البذ في مثل هذا اليوم يوم 20 رمضان سنة 222 وفي هذه المعركة حرر أكثر من سبعة آلاف مسلم أسير استطاع بابك أن يهرب مع أهله وأولاده لكنه وقع في يد أمير يعني قائد على بلدة يكن اسمه سهل بن سنباط فهذا الأمير خدعه وادعى أنه يحميه لكنه أوثقه وقيده وأرسل به إلى الأفشين والأفشين طبعا صنع استقبالا شعبيا حافلا لهذا الأسير الذي دوخ الخلافة العباسية لمدة 20 سنة فيما بعد أرسل الأفشين إلى المعتصم بما حصل والمعتصم قال له أرسله إلي أرسله إلى بغداد وطبعا في بغداد سيره بين الجماهير والجيوش لكي ترى هذه الجماهير هذا الرجل الذي فت في عضب المسلمين وقتل من المسلمين عشرات الآلاف من الناس واستمر تمرضه هذه السنوات الطويلة ثم صلابه وقتله وأرسل برأسه لكي يطاف بها في المدن الفارسية لأنه كان خلاص صار أسطورة نحن قلنا أنه كان يعتمد على النبوءة التي قالها شاوذان وأنه من نسل أبو مسلم الخراساني وأنه سيبلغ بهم ما لم يبلغ أحد قبله وأنه سيعيد دولة الفرس ويدمر دولة العرب فكلما طال الوقت كلما ازدادت قناعة الناس بهذا الرجل فلذلك أرسل المعتصم برأسه ليطاف بها في البلاد الفارسية لكي يرى الناس بأنفسهم انتهاء هذه الأسطورة وتبخر هذه النبوءة الباطلة وطبعا كرم المعتصم هذا القائد الفذ الكبير الأفشين وعطاه وشاحين من الجوهر وأمر له بأموال طويلة وولاه على السجد ويعني هذه الأمور المعروفة في ذلك على كل حال ما يهمنا الآن أن ذكرى هذا الانتصار الكبير الذي حققه الأتراك في أول سجلات انتصاراتهم لصالح الدولة الإسلامية كان هو القضاء على تمرد بابك الخرمي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد إلينا هذه الأمجاد وهذه الانتصارات ونسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة